اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدره لنوايا استطلاعات الرأي بلا منافس فالانتخابات الرئاسية وفق استطلاع رأي لمؤسسة سيجما كونسي بالتعاون مع جريدة المغرب لشهر ديسمبر الجاري حيث حصل سعيد على 81.9% من الاصوات وبحسب متابعين فان ثقة التونسيين بالقيس سعيد لم تأتي من فراغ وانما ارتفعت بعد قرارات 25 جويليا الماضية التي جمد فيها نشاط البرلمان التونسي ورفع الحصانة على النواب واعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي ارتفاع ثقة التونسيين في سعيد تتزامن مع دعوة معارضيه لتنظيم احتجاجات رافضة لسياساته وقراراته الاخيرة يوم 17 من ديسمبر بمناسبة احياء ذكرى الثورة التونسية الرئيس سعيد في المقدمة مجددا بنسبة رضاء تتجاوز 80% وفق اخر استطلاع للرأي بشركة سيجما كونسي للستطلاعات الرأي وتأتي نتائج الاستطلاع بالتزامن مع اعلان مواصلة تجميد البرلمان ووضع سقف زمني لانتخابات تشريعية جديدة واستفتاء اندستوري ويرى متابعونا الرئيس سعيد مزال يحظى بالمصدقية لدى عموم التونسيين ذأن الرجل مزال وفيا لتعاهدات الانتخابية الرامية لألاء راية القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطهير الساحة السياسية من الفساد فيما يذهب بعض المنتقدين للرئيس بمطالبته بضرورة وضع حد للجمعيات التكفيرية على غرار مقر ما يعرف بهيئة علماء المسلمين مطلب يرفع حزب الدستوري الحر الذي يتصدر نواية التصويت في التشريعية على الرغم من حق الالغام الذي يواجهه الان الرئيس قيس سعيد ما زال يتصدر لدى التونسيين مما قد يحفزه المضي قدما في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة بلا المبروكة الغد تونس ينضم إلينا من تونس ضيفتنا عواطف السويدي الكاتلة الصحفية أهلا بك معنا في حصة مغاربية سيد عواطف سيجما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب التونسية كل شهر تقوم بسبر أراء ونواية تصويت المواطنين التونسيين هذا الشهر نتائج ديسمبر بما تختلف عن النتائج الماضية يعني من تقدم من تراجع أبرز ما يمكن ذكره من نقاط مساء النور مرحبا بكل مشاهدي قناة الغد بضبط هذا الاستطلاع هو الاستطلاع الشهري الذي تقوم به مؤسسة سيجما كونساي كل شهر ويؤكد من جديد تواصل منسوب الثقة في شخصية الرئيس قيس سعيد وأيضا تصدره لنواية التصويت في الانتخابات الرئاسية إن جرت بنسب عالي وعالي جدا بلغت 81.9% هذه المرة استطلاع الرأي يأتي في شهر ديسمبر يعني الشهر الرابع بعد إعلان التدابير الإستثنائية ولا يزال التونسيون لديهم ثقة عالية في شخص الرئيس قيس سعيد باعتباره الأمل الوحيد والأمل المتبقي للتونسيين في تحقيق التغييرات المطلوبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هذه الثقة مرة أخرى تؤكد أن الرئيس الجمهورية حوله أجمع كبير من الشعب التونسي وهو الذي قام بقرارات أو اتخذ قرارات مهمة جدا يوم 25 جوليا وأعلن مرة أخرى عن خريطة طريق تفصيلية ورزنامة زمنية الاثنين الفارت يوم الثالث عشر من ديسمبر لكن مؤسسة سيغما كونسي سيدا وأهم هذه العنوين هو انتخابات إشراعية في 17 ديسمبر 2022 سيغما كونسي صحيح تقول بأن الرئيس قيس سعيد ما يزال يحلق لوحده في الصدارة ولكن أيضا سجلت تراجعا سواء في منسوب الثقة بشانة أو في غيرها من النقاط من الواضح بأن هناك تراجع يحصل لقيس سعيد في كل شهر من خلال ما تصدره لنا سيغما كونسي برأيك هذا التراجع هل يدعو للقلق وما سببه؟ لا أعتقد أن هذا التراجع يدعو للقلق لأن شهر الفارت هناك تراجع بأربع نقاط مقارنة بشهر الذي سابقه وهذا أمر طبيعي وعادي لأن تونسيون ينتظرون تحقيق أهم الوعود والمطالب التي ترحوها يوم 25 جوليا والتي جاءت على إثر إيقاف أشغال البرلمان وتغيير الحكومة في انتظار خاصة تحقيق المسائل الاقتصادية والملفات الاقتصادية والاجتماعية وتغيير واقع الناس الاقتصادي والاجتماعي ربما لهذا هناك تراجع من شهر إلى آخر لكن تبقى نقاط هي محدودة نوعا ما وهذا أمر طبيعي هل تتوقعين أن يستمر هذا التراجع مستقبلا؟ مع قط لدى الرئيس يعني الزمان السياسي لدى الرئيس بطيء نوعا ما وبناء على هذا الكلام سيدة سويدي هل تتوقعين أن يستمر هذا التراجع؟ أن يستمر قصة سعيد في التراجع؟ ولو تدرجيا في كل شهر؟ هذا بالضبط مرتبط بمدى تطبيقه بنجاح لخريطة طريق التي أعلنت يوم 13 من ديسمبر والتي ستنطلق يوم الحادي أو يوم واحد جنفي المقبل إن شاء الله بتنظيم استشارة شعبية مع شباب استشارة على الانترنت هي استشارة إلكترونية حول أسلاح نظام سياسي وعديد المسائل أيضا مرتبطة بأعلان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وهناك حديث عن أن رئيس الجمهورية يوم غد سيزور مدينة سيدي بوزيد لأحياء العيد الحادي عشر من ثورة الحرية والكرامة وهو من أقر بالمناسبة يوم 17 ديسمبر عيدا ثورة عيوظا عن 14 من جنف في الفترة الأخيرة هناك حديث من وسائل أعلام تونسية عن أعلان الرئيس يوم غد لملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة القادمة وخاصة وليد سيدي بوزيد التي تنتظر تحقيق الوعود التي أطلقت منذ 11 سنة ولما تتحقق إلى اليوم هذا فيما يتعلق برئيس الجمهورية لكن ماذا عن حركة النهضة؟ سيجما كونسي تقول أن حركة النهضة تسجل خمس نقاط كاملة بالمقارنة مع سجلها في الاستطلاع الشهر الماضي هل أصبحت النهضة تعود أم ماذا؟ ربما حذيت حركة النهضة ببعض التعاطف بعد الحادث الأخير في مقر المركزي للحزب ربما لأن حركة النهضة قياداتها لم تعد تتصدر المشهد السياسي في الأشهر الأخيرة كثيرا لكن هذا السعود هو سعود نسبي ربما لا يمكن اعتباره أمرا مثيرا أو أمرا هاما لأن في الانتخابات التشرعية هناك نواية تصويت تذهب لفائدة الحزب الدستوري الحل في مرتبة الأورى وتذهب لفائدة حزب قيس سعيد الذي لم ينشأ بعد في المرتبة الثانية هناك ما نعترض على هذه التسمية تسمية حزب قيس سعيد واتهم حتى مؤسسة سيجما كونسي بأنها تظل للرأي العام بذكر اسم حزب غير موجود ماديا وليست له أي قيادات أنت ما رأيك في هذه المسألة بالضبط هو حديث عن حزب ليس له وجود قانوني على أرض الواقع هم فقط أنصار للرئيس قيس سعيد وهم ينسبون أنهم يساندون الرئيس لكن الرئيس لم يعترف إلى حد الآن بأنه لم يعلن صراحة بأنه ينوي إنشاء حزب في المرحلة القادمة ولا أظن أنه سيكون حزبا لكن هؤلاء يعلن أنفسهم أنصارا وهذا ربما يترحه استطلاع الرأي المؤسسة التي تقوم بهذا الاستطلاع منذ أشهر وفي هذا الموضوع أيضا احتج الحزب الدستوري الحر على حزب غير موجود قانونيا يعني هناك تمشي لداء التونسيين بأن الرئيس له أنصاره وربما له حزب خاص به لكن سياسيا ووقيعيا وقانونيا غير موجود هذا الحزب ربما سيبقون أنصار الرئيس يساندون ويتحدثون باسمه لكن حتى برنامج هذا الحزب أو حديث أنصاره عنه عن تنفيذ مشروع ينسب لقيس سعيد وهو مشروع البناء القاعد رفضه العديد من الفاعلين السياسيين وخبراء القانون مؤخرا ولا نعتقد في تونس أنه سيتم الذهاب في هذا التوجه برأيك إلى أين تتجه تونس؟ سيجما كونسي تقول بأنه منسوب الثقة لأول مرة يتراجع منذ 25 جوليا حتى يكاد يتساوى مع منسوب التشاؤم بين التونسيين وهذا يحصل لأول مرة بحسب سيجما كونسي بالنظر إلى أن هناك دعوات للإحتجاج للخروج غدا والاستمرار في هذه الاحتجاجات من قبل بعض الأطراف والقوة التي هي ضد إجراءات 25 جوليا إلى أين تتجه البلاد؟ وباختصار نصبحت بالضبط هناك تراجع في منسوب الثقة أو في نسبة التفاؤل لدى التونسيين من 74% في أكتوبر الماضي إلى 53% في شهر ديسمبر وهذا أمر مفهوم جدا في الساحة التونسية لأن الملف الاقتصادي وخاصة غياب القانون المالية وميزانية 2022 إلى حد الآن وغياب الحديث عن البرنامج الاقتصادي للحكومة ولرئيس الجمهورية حتى في خطاب يوم 13 ديسمبر غاب الملف الاقتصادي عن الخطاب هذا يخيف التونسيين إضافة إلى غلاء المعيشة إضافة إلى عديد الصعوبات التي واجهها التونسيون في حياتهم اليومية تجعل من نسبة هذه التشاؤم تزداد يوما بعد يوم يعني التونسيون ينتظرون انفراجا في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في القريب أو بصيص من الأمل من حكومة نجلة بودن أو من رئيس الجمهورية الذي قد يأتي أو قد تأتي الإجابة حول هذا الموضوع يوم غد في أثناء الاحتفال بعيد الثورة 11 سوف نتابع وننتظر أن نستمع إلى خطاب يطمئن التونسيين ويبعث لهم برسالة تفاؤل حول المستقبل وحول العالمين شكرا جزيلا لك من تونس عواطف السويد يا كاتبة صحفية شكرا لك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة